اهلا بكم مجددا معكم نوراس عالي ونستمر بحلقة جديدة من برنامج لينوكس في هذه الحلقة نريد ان نتحدث عن الاوامر ايضا حلقة اوامر بشكل عام كالحلقة السابقة فاذا لم تشاهد الحلقة السابقة وهي رقمها تسعة فشاهدها وثم عد الينا لزدربات الاوامر المكثفة في لينوكس فاين انا الان السؤال الذي دائما اسأله انا بديسكتوب لينوكس فاذا وماذا يوجد بهذا الفايل لس او بهذا الفولدر فاذا لدينا هذه الاشياء التي امامكم والتي قمنا بانشعها بالفيديو السابق او الحلقة السابقة اريد ايضا ان اذكركم ان ايضا كل الاوامر التي استخدمها في هذه الحلقة ستجدونها بالدقيقة في وصف الفيديو ومثلا اذا اردت ان تتعلم شيء معين يمكنك النظر لفهرس الفيديو وتقوم بالنقر على الدقيقة وتذهب الى قسم الفيديو الخاص بالموضوع الذي انت تبحث عنه فاذا اريد ايضا اجعل هذا البرومت اقصر كالحلقة السابقة هكذا فاذا مرة اخرى انا الان انا بديسكتوب لينوكس فاذا الان اريد ان اقوم بانشاء متغير جديد اسم هذا المتغير دعونا نسميه color ويساوي مثلا blue بهذا الشكل طبعا لو انا كتبت color يساوي red هكذا سيعطيني خطأ اه لان هذا الفراغ غير مسموح به لاحظوا هناك فراغ هنا وفراغ هذا الفراغ غير مسموح به وذا المرة اخرى color يساوي مثلا red او blue اذا ارد ان اعرف ما هو color اقوم بطباعة كلمة color على الشاشة اذا اكتب ايكو color سيظهر لي color لكن اذا ارد ان اعرض قيمة المتغير color علي ان اسبقها ب$ و color فالان سيعطيني النتيجة red ايضا لو قم بانشاء متغير جديد اسمه نورس هنا وايكو نورس ايضا يمكن ايكو نورس خطأ لان لا يوجد متغير بهذا الاسم فلاحظوا اعطاني فراغ يجب ان اكتب ايكو$Name فسيعطيني نورس ايضا سانشأ متغير اسمه number واكتب هنا ايكو$Name فسيعطيني 7 اذا اردت فتح session جديدة جلسة جديدة ب$Bash هنا يمكن ان اكتب ب$Bash فلالاحظوا مجرد ان اعطت للـ prompt هنا اذا كنت تتساءل ما هذه العبارات التي تأتي هنا فانا قمت بانشاء سكريبت خاص وهذا السكريبت كلما اقوم بفتح جلسة ب$Bash جديدة فبكل بساطة يتم اظهار لي حكمة معينة من الحكم المفضلة لديه فهذا لن يظهر لديك هذا فقط انا قمت ببرمجته هنا على جهازي فلاحظوا عادة لي الـ prompt السابق فاذا الان اذا اردت ان اعرض مثلا color فاذا ساكتب ايكو$Color يفترض ان اتوقع ان يظهر لي red لكن لا يظهر لي اي شيء فاذا لماذا ساقوم بالنق بكتابة exit للخروج من هذه الجلسة والان انا في الجلسة السابقة فاذا ايكو$Color سيظهر لي red red متاح في هذه الجلسة فقط الان فقط في هذه اللحظة وانا اكتب مجرد ان افتح جلسة جديدة او افتح session جديدة لماذا لم يظهر لان هذا الـ variable فقط موجود لهذه اللحظة فاذا اردت ان استخدمه لجلسات اخرى فعلي انا استخدم export فاكتب هنا export وارد ان يتم export للcolor انت لاحظوا لا يوجد اي نتيجة لهذا الامر الان انا في هذه الجلسة وقمت بكتابة echo color سيظهر لي red اذا فتحت جلسة جديدة باستخدام bash وهنا كتبت echo color سيظهر لي red لان هذا الـ color red متاح لي من خلال قمت بيتحده لجلسات اخرى من خلال export فاذا الان فهمنا معنى export فساخرج من هنا exit واطبق export مجددا على شيء اخر فاذا ايكو مثلا number سيظهر لي 7 اذا اردت ان اجعل هذا الـ variable متاح للجلسات الاخرى او بمعنى اخر للجلسة الوليدة من هذه الجلسة التي تظهر عندما اقوم بكتابة patch وفتح جلسة جديدة فيمكن ان اكتب export number لاحظوا انا لا اكتب export dollar sign number اكتب export number والان لو عد echo number سيظهر لي 7 واذا ذهبت الى patch جديدة و echo number سيظهر لي 7 طيب ايكو name لم اقوم ب exporting فلن يظهر اي شيء فاذا exit فهنا يمكن انا اكتب export name لاحظوا لا اضع dollar sign والان اذا قمت ب echo name هنا سيظهر لي نورس واذا قمت في فتح patch وكتبت echo name سيظهر لي نورس فاذا exit فاذا الان تعلمنا عن export الان نريد ان نعرف ما هي export يعني بالنهاية انا فهمت انني من خلالها استطيع ان اقوم بجعل المتغير المتاح للجلسات الوليدة التي تأتي من ضمن هذه الجلسة لكن فعليا ما هي export اريد تعلم عنها اكثر فنحن تعلمنا طريقة هو ان نكتب مثلا what is والامر فربما افكر what is export فلاحظوا سيقول لا يوجد شيء لماذا؟ فدعونا نجرب اذا كتبت which export لارى اين توجد ملفات export لان نحن نعرف كل ملف كل امر هو عبارة عن برنامج وبالتالي له ملفات موجودة على السيستم فاذا لا يظهر لي اي شيء فاريد ان اعرف ما هو فعليا نوع export ما هذا الامر ما هو نوعه فاكتب type export export اذا export هو ليس امر مثل امر copy وامر remove الذي جاء من جنوء او جاء من مطورين معينين export هو امر مبني بالشل نفسها بلغة باش نفسها فاذا ارد ان اعرف اكثر حول export فعليا نستخدم الامر خاص بالشل او خاص بالباش فاكتب فسيظهر لي هنا طبعا سيظهر لي كثير هذه الاشياء فما افعل في هذه الحالة اريد عرض النتيجة سطر سطر فساستخدم امر واجمع نتيجة هذا الامر مع باشارة فنلاحظوا سيقول export set for shell variable يعني يجعلنا نستطيع ان نقوم باستخدام هذه ال variable بالشل الوليدة او التي تظهر الشل التي قونا بانتاجها من الجلسة الحالية فاذا هنا يوجد options لهذا الامر وايضا لاحظوا يوجد exit status كل امر له exit status و exit status يعني الحالة تنفيذ هذا الامر اما ان يظهر لنا حالة ناجحة او حالة فاشلة وحالة فاشلة يكون معها خطأ فهنا يقول ان exit status هي دائما ناجحة الا اذا قمت بتزويد export option غير صحيح فدعونا نحصل على option غير صحيح فمثلا اذا قمت بكتابة export و name مجددا وهنا كتبت اه option غير صحيح غير موجود فاذا انتر فاذا لاحظوا فعليا ال exit status كانت لدي خطأ وسيقول لي invalid option يعني لا يوجد لدي option اسمه dash z اجلب من المشعر انترات مالة مالة اجلب انترات مالة انترات انترات فإذا نكمل بشرح اليوم وتمرين اليوم الموضوع الذي أريد تحدث به في هذه الفقرة هو موضوع اللاحقة وأحد المتابعين كرام سألني عنه وأنا أريد توضيعه لأنه مهم جدا بموضوع الملفات بلينوكس طبعا نحن قلنا أن كل شيء بلينوكس هو عبارة عن ملفات إن كان عبارة عن فولدر أو ليس فولدر أي شيء على الإطلاق هو عبارة عن ملف في لينوكس فماذا عن اللاحقة؟ ماذا عن لاحقة الملفات؟ فلاحظوا مثلا لدينا هذا file 1 إذا قمت كتابة cat file 1 فسيظهر لي نص فإذا هذا الملف أنا أفكر أنه ملف نصي لكن لا يوجد بلاحقته .txt لأن لاحقت الملف النصي .txt صحيح؟ فكيف أعرف مثلا هذا الملف أو كيف يعرف لينوكس أن هذا ملف نصي وسيظهر لي بهذا الشكل؟ فبكل بساطة يمكن أن أستخدم الأمر file هذا الأمر اسمه file وثم file 1 فعندما أستخدمه سيقول أن هذا عبارة عن ask text يعني بكل بساطة هو عبارة عن text جيد فحتى لو أنا قمت بإنتاج هنا أي ملف هنا مثلا أي ملف فإذا قمت بإنتاج ملف bash فبكل بساطة نانو مثلا script dot bash فهنا يمكن أن أبدأ code bash عادي dot bend dot bash بهذا الشكل عفوا أنا نسيت أنني أكتب الآن بنانو أنا عادة أستخدم vim كما تعرفون فإذا مثلا هلو هكذا جيد فإذا كتر الـ x و yes للحفظ فإذا الـ cat script dot bash فإذا ها هو فإذا الآن لو كتبت file script dot bash لاحظوا اختلفت النتيجة اختلفت النتيجة فأصبح لدينا هنا أن يقول أن هذا هو عبارة عن bash script طبعا يمكن أن أنفذ هذا bash script لكن إذا قمنا بlist-l script حتى أرى معلوماته لاحظوا معلومات الـ permission الخاصة به 6-4-4 وهذا يعني أن الـ execute permission للـ owner وهو أنا غير متاح لي إذا أردت إضافة الـ permission لهذا حتى أقوم بتنفيذه فبكل بساطة علي أن أكتب هنا change mode لاحظوا ch يعني change هكذا أنا أحفظ الأوامر وأنت تحفظها بهذا الشكل و mod يعني mode فإذا نتشينج mode وسنعطيه الـ plus plus x و plus x لكل الأشخاص الـ owner والothers والgroup واسم الملف script dot bash فإذا الآن لس-l script dot bash لاحظوا أصبح هنا يوجد execute وهنا execute وهنا execute وإذا مرة أخرى let's dash el script وإذا الآن إذا أردت تنفيذه فبكل بساطة اكتب dot slash script bash وإذا نلاحظ ظهر لي hello لماذا؟ لأن بهذا script bash الذي أنا كتبته فيه echo hello يعني إطبع على الشاشة hello فبالتالي قام بتنفيذه فبالنسبة أيضا هذا موضوع يعني تعلمناه الآن هو أن الـ bash script هو ليس شيء يعني جاء من المريخ هو نفس الأشياء التي نحن نكتبها مثل copy مثل move مثل أي شيء أي شيء نحن نكتبه في الأوامر يمكن أن نضعه بـ bash script ويكون لدينا script خاص يعني بمعنى مرة أخرى ما هو script مرة أخرى هو ليس شيء فضائي script هو فقط عبارة عن ملف نصي نكتب فيه تعليمات برمجية هذا هو script script bash هو عبارة عن ملف نصي ونكتب به تعليمات من bash ما هي bash؟ هي عبارة عن لغة نستخدمها نحن الآن هنا عندما نكتب copy حتى عندما قمنا بـ export مثلا name هذا هو command bash يمكن أن نضع export name بداخل script وأقوم بتنفيذه والشيء الذي قام بتعريف لينوكس أو قام بتعريف لينوكس أن هذا هو عبارة عن bash هو هذا الشيء فأنا قلت له أن أنا أكتب بلغة bash التي هي موجودة ببينباش وإذا ذهبت إلى بنباش cd بن أو كتبت less بنباش سأجدها هناك ها هي فإذاً less dash l بنباش فإذاً لاحظوا ها هي وهي عبارة bash الآن هي ملف فإذاً واضح؟ فإذاً نعود لموضوعنا يعني نعود للموضوع الذي كنا فيه أن لينوكس لا يحتاج إلى لاحقة طبعاً أنا قمت هنا بإضافة لاحقة bash لكن يمكن أن أكتب أي لاحقة فمثلاً يمكن أن أكتب move حتى أقوم بإعادة تسمية script.bash أقوم بتسميته مثلاً script.png وهي لاحقة للصور وإذا أعدت أن أعرف ما هو هذا الملف script.png ما زال هو bash وإذا أردت تنفيذه فما زال هو bash يعني حتى أنا لو قم بتغيير اللاحقة هذا لا يعني شيء للينوكس أنت تغيير اللاحقة لأجلك لأجل تفضيلك أنا أفضل أن ملفات مثلاً python تنسهي بpy ملفات php php ملفات الصور jpeg مثلاً ملفات text.txt أنا هذا التفضيل لكن بالنهاية لينوكس لا يهتم لكل هذا فإذا كان هذا عبارة عن ملف صوري سيعرف أنه ملف صوري إذا كان هو فيديو سيعرف أنه فيديو إذا كان هذا script خاص معين سيعرف أنه script خاص بشيء معين فاللاحقة لا تعني أي شيء اللاحقة فقط لك لتنظر إليها أما لينوكس فيعرفها فكيف تعرف نوع ملف ما من خلال file file يعرف ذلك دعوني أقوم بتحميل صورة معينة وفيديو حتى أريكم كيف يعمل فإذا أنا عدتكم بتحميل ملفات مختلفة هنا جلبتها أنت أجلب من الناس صورة فيديو أي شيء تريد فأنا أريد معرفة نوع هذه الملفات فسأكتب file بيك مثلا هذا هو ملف صورة بيين جي فعليا فسيقول أنه ملف صورة فعليا وحدد نوعها يعني حتى لو أنا قمت بتغيير اسم الصورة من بيين جي لماذا جيبك مثلا وفايل بيكتشر جيبك فإذا الآن هذا اسمها ولكن هو ما زال يقول أن هذه الديتا لإمج بيين جي وليس لجيبك فإذا هو يحدد ذلك بعد مرة أخرى لنرى فايل فيديو فإذا هذا عبارة عن فيديو فحدد أن هذا عبارة عن فيديو مرة أخرى حتى لو أنا قمت بتغيير اللاحقة مثلا وعفون فيديو كذا فمرة أخرى فإذا الآن فايل فيديو ما زال هو يعني هو ينظر للملف فعليا لأن كل ملف يبدأ بأوامر معينة يبدأ بمعلومات معينة تعبر عن ما هو هذا الملف فلينوكس يقوم بقراءة هذه الديتا ويستطيع تحديد أن ما هذا الملف لا يحدد الملف بناء على اللاحقة بل بناء على الديتا الملف نفسه أيضا لدينا هذا الملف لنرى ما هو نوعه فإذا فايل بروجيكت فإذا لاحظوا فايل بروجيكت يقول هو عبارة عن xml document فإذا هو قام بفعليا بتحديد ما هو هذا الملف بغض النظر عن اللاحقة فبالتالي السؤال كان إذا كان لينوكس يعتبر كل شيء هو ملف فما هي لاحقة الفولدر لا يوجد لاحقة للملف العادي حتى يكون هناك لاحقة للفولدر إذا لا يوجد لاحقة في لينوكس يمكنك استخدامها بالتأكيد لا مشكلة بذلك لكن لينوكس يتعرف على الملف دون الحاجة لمعرفة لاحقة هذا الملف فإذا نكمل مع اللينوكس والآن أريد أن أنشئ ملف وملف فارغ فعادة نحتاج أن نقوم بإنشاء ملفات فارغة بحجم معين فقط للتدريب فدعونا نجرب أمر اسمه فإذا إذا قمت إذا أريد معرفة معلومات عن هذا الأمر فعلي بكل بساطة أن أكتب مين أو تعونا نكتب what is if بهذا الشكل فهنا سيقول أن لاحظوا لا يظهر كامل فكيف أجعله يظهر كامل فسأكتب dash l dash l إذا ظهر كل شيء الآن وهو يعيد إعطاء space لملف معين فإذا أريد أن أذهب للمين للمين حتى أرى معلومات أكثر عن file allocate ف سأقوم بالتصغير قليلا فإذا هذا هو هذا هو الموضوع ولديه options معينة من أهم هذه options هي dash l لإعطاء length لهذا الفايل فدعونا نقوم بتجربة ذلك هل يمكنني أن أنشئ هنا ملف لنجرب فإذا أنا أريد file allocate بلنث مثلا واحد جيجا وأريد اسمه large file فإذا لنرى إذا كان هذا ينفع فإذا enter فإذا الآن dash l فإذا لدينا large file نعم ها هو وحجمه لاحظوا بالbyte هذا الحجم يعطي بالbyte إذا أريد أن أعطي هذا الحجم بشكل يعني مقروء بالنسبة لنا كبشر فسأستخدم dash h فإذا h هكذا فإذا لاحظوا حجمه فعليا 1 جيجا فإذا استطعت أن أقوم بإنشاء ملف كبير باستخدام file allocate فإذا ممتاز فإذا أيضا أريد أن أنشئ ملف آخر ما رأيكم فإذا ننشئ ملف آخر بدون أن أتعب وأقوم بإضافة data للملف وأجعله 1 جيجا بكل سهولة يمكنني أن أقوم بإنشاء ملف مثل هذا فإذا allocate أو file هكذا والlength الذي سأعطيه إياه مثلا 1 ميجا وسأكتب medium file فإذا الآن list dash l كل شيء الآن أريد فقط أن أعرض لاحظوا مرة أخرى list dash l أريد فقط أن أعرض large file و medium file فالمشترك بين large file و medium file أنها كلها تنتهي بفايل فيمكن أن أكتب list dash l و h لأن أريد عرض size بصيغة المقروعة بالنسبة للبشر human readable فأريد أن يكون آخره file وأوله يكون أي شيء فبالتالي سأضع نجمة هذه النجمة يعني أن أول شيء يمكن أن يكون أي شيء بإسم الملف لكن آخره يجب أن يكون file عفوا سأكتب clear screen وأعيد الأمر مرة ثانية فبالتالي ها هو فبالتالي تم عرض لي large file هو medium file فبالتال large file هو ملف هذا أيضا medium file ملف information 644 المالك نورس الحجم 1 جيجا هذا مئة ميجا هذا وقت تعديله أو إنشاؤه وهذا اسمه فإذن جميل فإذا أرد مثلا مرة أخرى list clear screen فإذا أردت أن أجد مثلا ملف file 1 من بين كل هذه الملفات الموجودة هنا كيف أستطيع أن أجده؟ طبعا إذا كان داي ملفات كثيرة وأنا أبحث عن file 1 فكيف أجده؟ فهنا لك أمر اسمه find يعني قم بإيجاد فإذا بكل بساطة find قم بإيجاد ملف file 1 من بين كل الملفات الموجودة الآن هنا أين هنا الآن؟ يعني في المصار الحالي هنا في هذا المجلد أريد أن أجد فقط ملفات التي اسمها file فسأكتب find فنمسح الشاشة فسأكتب find وأريد إيجاد ملفات أين؟ فإذا أين؟ أين؟ في المصار الحالي المصار الحالي يمكن أن أزوده هكذا أنهم notice و desktop و linux يمكن أن أزوده بهذه الطريقة وثم اسم هذا الملف اسمه اسمه file 1 اسمه file 1 نعم file 1 لكن يجب أن أحدد أن هذا اسم الملف فسأكتب dash name dash name dash name يعني اسم هذا الملف الذي أبحث عنه file أين أبحث عنه؟ ب home notice desktop linux فإذا انتر بعد أن لاحظوا وجد كل الفائل التي اسمها file 1 والموجودة ب linux فإذا بفولدر 1 يوجد لدينا file 1 بفولدر 3 يوجد لدينا file 1 وبي linux يوجد لدينا file 1 وجدها كلها طبعا هذا المصار الحالي الذي أنا موجود فيه يمكن أن أكتبه بطريقة أخرى فإذا بدلا أن أكتب home notice فإذا أستعيد عن ذلك بالتلدة فإذا هذه التلدة يعني home notice فإذا home notice أو المصار الhome لـ current user أو المستخدم الحالي من هو المستخدم الحالي؟ هو أنا نورس فبالتالي أنا أريد ذهب لhome notice فإذا بالتالي يمكن أن أستخدم تلدة ولكن إذا كنت أنا نورس وأريد الدخول لحساب علي وملفات علي فيجب أن أكتبهم علي لكن لأنني نورس وأريد الدخول لملفاتي فيمكن أن أستعيد عنها بالتلدة فإذا أيضا ستظهر لي نفس النتيجة فأيضا هذا المسار الحالي يعني print working directory هذا هو المسار الحالي فيمكن أن أستعيد عنه بـ dot فقط dot يعني هذا المكان الذي أنا موجود فيه وأيضا حصلت على نفس النتيجة لكن لاحظوا الفكرة أن عندما أنا قمت بتزويد هوم نورس ديسكتوب أو قمت بتزويد دلتا وهنا هوم نورس ديسكتوب قام بإعطائي عفوا عفوا قام بإعطائي النتيجة كاملة أن هوم نورس ديسكتوب كذا لكن عندما قمت بإستخدام dot فقام بإعطائي dot folder 1 file 1 وهذه dot يعني المسار الحالي يعني من مكانك هذه relative position يعني من مكانك الحالي إذهب لfolder 1 تجد file 1 من مكانك الحالي إذهب لfolder 3 file 1 أو من مكانك الحالي إذهب مباشرة لfile 1 فإذا هذا هو أمر find فإذا بكل بساطة find إذا أريد أن أعرف عنه what is find يقول أنه search for files in current directory فإذا هو يقوم بالبحث عن الملف بكل بساطة بشجرة الملف فإذا الآن لو قمت أنا بإنشاء ملف جديد مثلا أسميته file أو مثلا أسميته file new مثلا وقمت بإنشاء أيضا directory أسميته folder new فإذا الآن سيصبح لي طبعا إذا أردت معرفة معلوماتها list-l file new أريد أن أظهر كل شيء آخره new وإذا سأضع هنا نجمة هكذا فإذا نلاحظوا طبعا سأكتب D حتى تظهر لي معلومات folder فإذا نلاحظ folder new ظهر لي وهو directory وهو file new ظهر لي وهو file فمثلا مرة أخرى لو أرد أن أبحث عن كل شيء آخره new ويمكن أن أكتب find بالمساري الحالي وإبحث عن كل شيء آخره new بهذا الشيء فهنا سيحدث خطأ لأنه يجب أن أكتب هكذا إذا نجرب فإذا نعم صحيح فإذا يجب أن أضيف quotation mark بهذا الشكل فإذا لاحظوا ظهر لي folder new و file new فإذا هذا الشيء جيد لكن أحيانا أنا لا أريد المجلدات التي اسمها new أريد فقط الفايل التي آخرها new يعني فقط أريد كل شيء آخره new ولكنه file يعني ال type الخاص به هو file ويمكن أن أكتب هكذا أن dash name new وثم أكتب dash type ff يعني file فإذا انتر فإذا نلاحظه سيظهر لي file new لكن إذا حددت أن فقط أريد directory يعني المجلدات فقط سيظهر لي folder new وهو المجلد فإذا هذا هو option type الذي ينكرك أن تحدد من خلاله هل تريد أن تجد files أم folders وبالنسبة لل name تحدد اسم name وتحدد هنا مكان الذي تريد أن تبحث به الشيء الأخير الذي أريد تحدث به حول find هو شيء جدا يعني مشوق هو أننا يمكننا أن نبحث عن الملفات حسب size فكيف ذلك؟ فنحن قمنا بإنشاء مثلا large file و medium file مثلا أنا فقط أريد أن أجد الملفات الكبيرة فقط لا أريد أن أجد الملفات الصغيرة كل الملفات التي مثلا فوق المائة مائقة أريد أن أجدها لكن قبل ذلك سأقوم بنسخ ما رأيكم ننسخ هذا فإذا large file فإذا سأقوم بنسخه ل large file one فقط ما رأيكم هكذا وأيضا ننشأ ملفات أخرى باستخدام file allocate فإذا سأطيي length مثلا مثلا واحد ونصف جيجا another big file وأيضا دعونا نقول خمسمائة ميجا another big file too فالآن less dash L كل شيء ينتهي بفايل فإذا لاحظوا ظهرت لي هذه الأشياء وهنا H فإذا ظهرت لي ها هي فإذا الذي قم بإنشائه بهذا وهذا لم يظهر large file one لماذا؟ برأيكم لأن large file one لا ينتهي بفايل فيمكن أن أكتب هنا question mark أو بداية ضعوني أكتب less dash L أو less فقط حتى نرى الملفات فهنا يمكن أن أكتب question mark ويعني أني قم بإظهار لي الملفات التي تنتهي بفايل وبعدها character واحدة التي هي مثلا واحد أو غيرها فبالتالي سيظهر لي هنا كل الملفات التي أخرها file one فإذا لاحظ ظهر لي file one large file one وفايل two كل شيء يعني بنهايته character لكن إذا أردت أن أظهر مثلا كل هذه التي فيها كلمة file فيمكن أن أستخدم النجمة بهذا الشكل أن يسبق الفايل أي شيء وبعد الفايل أي شيء ولكن بالمنتصف أو بمكان ما يجب أن يكون هناك file فظهرت لي كل هذه الملفات الكبيرة فعليا فإذا الآن مرة أخرى فإذا أردت أن أبحث عن الملفات التي هي يعني أكبر من مئة ميجا فكيف ذلك؟ فبكل بساطة طبعا هنا مرة أخرى لدينا كثير من الملفات لكن أنا أريد فقط التي هي فوق مئة ميجا يعني يفترض أن يظهر لي أو مئة أو خمسين ميجا فيفترض أن يظهر لي هذه الأربع ملفات فإذا لنقوم بذلك بـ Find فأنا أريد أن أبحث في أين في المساري الحالي وأريد أن يكون size الملفات أكبر فإذا Plus يعني أكبر من مئة وخمسين ميجا فإذا Enter فإذا لاحظوا ظهر لي Large File 1 وحجمه 1 جيجا ظهر لي Big File 2 وحجمه 500 ميجا وهذا 1 ونصف جيجا و Large File حجمه جيجا فإذا ظهرت لي كل الملفات الكبيرة إذا أرد مثلا أن أعرض الملفات ما بين مثلا ما بين مئة ميجا أو خمسين ميجا وخمسمائة ميجا فكيف أقوم بالبحث؟ فبكل بساطة أكتب أن في المساري الحالي أريد حجم هذه الملفات أن يكون أقل شيء أقل من خمسمائة ميجا سأكتب أو خمسمائة ميجا وواحد مثلا فإذا أقل من خمسمائة ميجا وواحد وضعت minus يعني أقل وأريد أيضا السايز أن يكون أكبر من خمسين ميجا فأنا أتوقع أن يظهر لي هذا الملف وهذا الملف لأن هذا أدنى من خمسمائة وواحد وهذا أعلى من خمسين ميجا فإذا إنتر فإذا لاحظوا ظهرت لي أيضا ظهر لي الفيديو ربما الفيديو لنرى ما هو حجم هذا الفيديو فإذا لس داش الفيديو أو هيومن فإذا حجم هذا الفيديو فعليا واحد وتسعين ميجا فإذا هو ما بين هذا الرينج فما هو الغاية من هذا الموضوع؟ يعني لماذا نريد أن نبحث عن الملفات ضمن سايز معين؟ لأن أحيانا تريد فعليا تنظيف الجهاز وتريد أن ترى ما هي الملفات التي تأخذ حجم كبير وتريد مثلا أن تقوم بحثفها ففاين تتيح لك أيضا أن تقوم بحثفها فكيف ذلك؟ فبكل بساطة دعوني أعيد الأمر مرة أخرى الآن وجد لي الملفات ضمن هذا السايز ضمن الخمسين والخمسمائة والآن أريد حثفها فبكل بساطة أقوم بإعطائها أمر ديليت إذن انتر عفونا ديليت هكذا فإذا أنا الآن يفترض إذا قمت بإعادة الأمر فايند السابق فإذن لن يظهر لي أي نتيجة وبالفعل ليس الفيديو ذهب والملفات ميديوم فايل لا يوجد وأنا قمت بحثفها فمرة أخرى دعونا نتدرب على الديليت وعلى البحث حسب السايز فإذن الآن أنا أريد أن أجد بالمساري الحالي كل الملفات التي حجمها أكبر من 1 جيجا فإذن انتر فإذن فقط بقي لدي فإذن الآن يمكنني أن أحذفه طبعا كم حجمها فإذن لنرى فإذن حجم هذا 1.5 جيجا وهذا 1 جيجا فإذن لماذا فقط ظهر لدي هنا بالنتيجة Another Big File لأن 1 جيجا هذا هي أنا قلت أكبر من 1 جيجا فظهرت لي فقط Another Big File فأنا أريد مثلا دعونا نقول أكبر من 900 ميجا مثلا فإذن انتر فظهرت لي كل هذا جيد فإذن الآن إذا أردت أن أحذف كل هذه الملفات فقط أكتب داش ديليت فإذن مرة أخرى لو قمت بالبحث عن الملفات لن أجدها فأنا قمت بحذفها باستخدام Find فالآن أنا أقوم بإيجاد الملفات وأقوم بحذفها باستخدام Find فإذن هذا كله لهذا الفيديو أتمنى أنه كان مفيد تدريب اليوم حول Find سنستمر بتدريباتي العامة حول Linux في الحلقات القادمة وثم سنقوم بالتبديل لأمور أخرى حتى لا نمل فقط دراسة أوامر أوامر سندرس أشياء أخرى بدا أشكر متابعتكم ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر